نفتتح هذه الجلسة الخاصة جلسة البصرة حتى صيحات المقورين توظف ومطالب المحتجين تلوى أعناقها وتسيس في حرب سياسية محتدمة تدار على أكتاف العراقيين ما قيل إنها جلسة برلمان استثنائية لمناقشة أحداث البصرة تحولت إلى حلبة مصارعة كلامية ونوقشت قضية نكبة هذه المحافظة لكن في سياق مختلف هذا بغض النظر عن الفضائح التي كشفت خلال الجلسة حيدر العبادي أحد أطراف النزاع عبر عن أسفه لما سماه استغلال جلسة البرلمان للتسقيط السياسي قائلا إن الجلسة انتهزت بشكل سافر كفرصة للتسقيط وتوفير ظروف جديدة للتحالفات المشكلة للحكومة لكن مجريات الجلسة ولاحقاتها أظهرت تناقضا كبيرا في المواقف بل وانقلاب أطراف على أخرى وترجم هذا بموقف كتلة سائرون المتحالفة مع الرجل وهي تطالب العبادي وحكومته بتقديم الاستقالة والاعتذار من الشعب بحجة أن إجابة العبادي ووزرائه لم تكن مقنعة في موقف حمله كثيرون على أنه انسحاب مبيت من التحالف وإعادة تموضع سياسي تعبرنا عن رأينا بشكل واضح أنه ضرورة أن يقدم السيد الرئيسي الوزراء استقالته أما زعيم ميليشيا العصائب غيس الخزعلي لم يخفي تشافيه بما آل إليه التحالف النصر فأعلن الخزعلي أن بيان الصدر الأخير ينسجم مع مبادرة تحالف الفتح لاختيار رئيس الحكومة لايفتا إلى أن التحالف الفتح وسائرون بكتلة واحدة يعني نجاح الحكومة المقبلة تصريح الخزعلي يبدو أنه استفز لعبي المعسكر الآخر فخرج القيادي بتيار الحكمة صلاح الغرباوي مبديا استغرابه من تحولهم بظرف 24 ساعة فقط من مشروع أمريكي إلى مشروع وطني بنظر قيادي تحالف الفتح مصائب البصرة يريدها الساسة مكاسب وفوائد فأعادوا تشكيل وتدوير أحزابهم وبناء تحالفاتهم وبهذه المقاييس وبتلك اللغة تأخذ البلاد من أزمة إلى كارثة بدأت باحتلال ولن تنتهي بالموت عطشا بل أكمل أنا أكمل حديثي